في الولايات المتحدة قفز العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي في مارس الماضي أظهرت بيانات وزارة الداخل التجارة الأمريكية أن العجز التجاري تسارع بنسبة 22.3% ليصل إلى 109.8 مليارات دولار في مارس وسط زيادة قياسية في الواردات وقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 10.3% إلى 351.5 مليار دولار في حين زادت الصادرات 5.6% إلى 241.7 مليار دولار